اهلا بكم مشاهدين الى حلقة جديدة من النفط والطاقة انا ميساء القلة وفي ابرز عنوينها نتابع مع تزايد ضغط كورونا على الاقتصاد العالمي والطلب على النفط روسيا وايران يؤيدان توصيات اوبيك بلاس بتمديد الاتفاق الحالي لخفض الانتاج حتى نهاية العام صندوق النقد الدولي يحذر دول الخليج العربية من جفاف مواردها المالية خلال 15 عاما المقبلة ان لم تباشر باصلاحات مالية تونس تعلن بدء تشغيل حقل الغاز نوارة وتقديرات برفع نسبة الانتاج المحلي 50% اهلا بكم قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ان روسيا تؤيد توصية لتعميق قيود معروض النفط العالمي التي تفرضها اوبيك بلاس للتخفيف من اثر تراجع طلب الناتج عن الفيروس كورونا وقال لافروف ان روسيا تجري مشاورات للبت في الاجراءات الانسب لجميع اطراف السوق وتضخ مجموعة اوبيك بلاس اكثر من 40% من نفط العالم الى ذلك قال وزير النفط الايراني ان بلاده تؤيد تخفيضات اكبر لانتاج الخام من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترولي اوبيك اذا وافقت اغلبية من الاعضاء على ذلك وقالت ثلاثة مصادر لرويترز ان لجنة فنية تسدي المشورة لاوبيك وحلفائها بقيادة روسيا وهي المجموعة التي تعرف باوبيك بلاس اقترحت مع نهاية الاسبوع خفضا اضافيا مؤقتا لانتاج النفط بمقدار 600 الف برميل يوميا هذا ويبحث منتج اوبيك حاليا ما اذا كانوا سيلتقون في موعد مبكر عن اجتماعهم المقرر في فيينا يوم الخامس والسادس من مارس اذار رجح وزير الطاقة في اذربيجان ان تدعم بلاده زيادة التخفيضات الانتاجية من جانب منظمة اوبيك وحلفائها وكانت لجنة خبراء تقدم المشورة لاوبيك اقترحت في الاسبوع الماضي تطبيق تخفيضات مؤقتة تبلغ نحو 600 الف برميل يوميا بالمقابل حذر صندوق النقد الدولي دول الخليج العربية من جفاف مواردها المالية خلال 15 عاما المقبلة ان لم تباشر باصلاحات المالية هذا وتسم تلك الدول بخمس امدادات النفط العالمية وتمثل ايرادات النفط من 70 الى 90% من الدخل العام في دول الخليج ويتوقع الصندوق ان تواجه دول الخليج تحديات مالية كبيرة مستقبلا وعليها ان تتأقلم مع الطلب الضعيف على النفط يذكر ان تراجع اسعار النفط ما بين 2014 و2018 افقد هذه الدول 300 مليار دولار من ثرواتها المالية وهذا التراجع مرشح للاستمرار حسب احصائيات الصندوق تعليقا على تقرير وتحذيرات صندوق النقد الدولي لدول الخليج بجفاف ثرواتها ينضم الينا من لندن دكتور مصطفى بازركان مدير مركز الطاقة للمعلومات والبحث في لندن اهلا بك معنا دكتور مصطفى شكرا على وجودك التقرير الاخير لصندوق النقد اثار العديد من التساؤلات حول القاعدة التي بنى عليها التقرير توقعاته لجفاف ثروات دول الخليج من النفط حتى عام 2035 والبعض رأى بانه التقرير تجاهل كل الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدول وتحديدا المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030 تعليقك الاول على هذا التقرير صحيح هو ولد انتقادات كثيرة يعني كان هناك يعني ردود فعل تجاه هذا التقرير لماذا؟ لأنه التقرير يعني متشائم جدا هذه نقطة النقطة الثانية استند على توقعات وكلنا يعلم انه التوقعات لا يمكن انه جميعها تصيب هذه النقطة الثانية نقطة الثالثة والمهمة التي استند عليها التقرير وهي تراجع الطلب على النفط وتراجع اسعاره وهذه نقطة طبعا لها ربط بالبيئة وقرارات الدول الغربية بالاستغناء على النفط وبالتالي احلال مصادر الطاقة البديلة المستدامة هذه نقطة جديرة بالنقاش في ضمن هذا التقرير لماذا؟ لأن التقرير يعني تخطى حدود التحذير وكأنما كان يعني يقدم صورة غير واقعية خاصة هناك دول كما ذكرتم في التقرير المملكة العربية السعودية لدها برنامج لتنوع الاقتصادي هناك أيضا حتى تنوع الاقتصادي في الإمارات في البحرين بمختلف درجات هذا التنوع لكن تنوع صحيح التقرير ذكر أمور ممكن أنه تستفيد من هذه الدول وهي يعني أصلاحات تنوع المصادر الدخل وهذه نقطة جديرة بالانتباه هناك ولكن خفض الانفاق العام قد يكون جدير بالانتباه وجدير بالأخذ به إلى حد ما فرض الضرائب أنا أعتقد أن هذه نقطة مهمة قد تثير يعني مشكلات اجتماعية لماذا؟ لأنه هذه الدول لديها إمكانيات بالانفاق على شبكات الخدمة العامة وهذه لا يمكن أنه تحييدها أو تقليلها بفترة قصيرة قد تثير بعض المشكلات الاجتماعية نعود إلى التقرير ما استند عليه لا يمكن أن أنه يصح خلال السنوات القادمة لماذا؟ لأنه لو نعود إلى سنوات كان هناك ما يطلق عليه في الدول الغربية ذروة النفط بمعنى ذروة إنتاج النفط وهذا كان عام 2000 بعده توقع كان أنه ينخفض الانتاج والاحتياطيات أثبت خطأه بعد ذلك كان هناك ذروة الطلب على النفط والآن هناك أحاديث أنه ذروة الطلب على النفط قد تكون في حدود 2045 أو 2050 وهذه أيضا معرضة للانتقاد بالخطأ والصواب الجميع يجمع على أنه لا يمكن كما الآن يتوقع أنه الاستغناء على النفط وحتى مصادر الطاقة الأخرى الغير مستدامة أيضا الملفت بأن التقرير أشار إلى أنه استنزاف هذه الثروات فقط أشار إلى أن الطلب على النفط أيضا سيرتفع حتى هذا العام 2035 يعني دكتور مصطفى وبالتالي ألا تعتقد أنه في نوع من التناقض يعني إذا ارتفع الطلب على النفط هذه الدول التي تنتج النفط أكيد سيكون لديها إيرادات عالية في ذلك الوقت أنا أتفق معك يعني هناك نقطة أساسية من عدد تقريره أو اللجنة التي عددت التقرير تسمحي لي أشبهها بأنه لا تعرف ماذا تريد من هذا التقرير نعم التقرير فيه نقاط كثيرة جمعت ولكن بالنتيجة أنا أعتقد أنه معدد تقرير وحتى صندوق النقد لا يعرف ماذا يريد من هذا التقرير يعني تقرير ذكر أمورا كثيرة وذكر تحذيرات إلى دول الخليج ولكن في ذات الوقت لا نعرف ماذا الهدف من هذا التقرير هل هو إثارة المخاوف في دول الخليج خلال العشر سنوات القادمة الكل يعلم أنه دول الخليج لديها استثمارات داخلية وخارجية بدأت بخطوات كبيرة مقارنة بالماضي بتنوع مصادر الاقتصاد ولذلك أنا أعتقد التقرير لم يخرج بنتيجة واقعية من خلال الأرقام ومن خلال الأمور التي استند عليها نعم هل تعتقد أن التقرير هدفه فقط التركيز على المستوردين برأيك يعني للنفط وهو ما يصب بصالحهم على حساب المنتجين دكتور مصطفى دعيني وضح نقطة أن هناك مؤسسات دولية لا بد أنه تمثل مصالح الدول المستهلكة للنفط يعني على سبيل المثال هل هذا ما جاء في التقرير ينطبق على الولايات المتحدة هي أيضا أصبحت دول دولة منتجة للنفط إنتاجها تجاوز 13 مليون برميل هل ستعاني كما تعاني الدول الأخرى كما ذكرها في التقرير أنا أعتقد أنه هذا التقرير يؤشر إلى نقاط لابد من يعني توضيحها أو قد تكون نقاط خاطئة معتمدة على توقعات غير مصيبة وخصوصا أنه يمكن ذكر أنه تكاليف للنفط لدى دول الخليج وقارنها أيضا بتكاليف النفط الصخري نحن عارفين أنه من سنوات طويلة ظهر موضوع النفط الصخري ويمكن عدة تقارير تحدثت عن أنه ممكن يهدد الإنتاج لدول الخليج دكتور أيضا هنا المفارقة بعملية ذكر تكاليف النفط التي تتكبدها دول الخليج مقارنة بالنفط الصخري يعني كيف يمكن أن نقرأها بهذا التوقع كما أقول أنه التقرير بالتأكيد لديه أسباب ليست اقتصادية فقط أسباب سياسية وجيو سياسية يخدم كما قلنا الدول المستهلكة للنفط وكذلك يحاول أنه يؤشر إلى إنتاج النفط الصخري والتقليدي الأمريكي ولكن في ذات الوقت لا بد أنه نذكر أنه الولايات المتحدة هي ضربت بعرض الحائط حتى انسحبت من مؤتمر المناخ في باريس هذه نقطة أساسية تجعل أنه هناك الاستمرار على الطلب على النفط ولكن أنا أعتقد أن هناك نقطة وهي إخافة الدول المنتجة للنفط خاصة الدول في الخليج وبالتالي لا لا يمكن أنه الاستفادة من النفط أو المغزون النفط الذي موجود ولا أنا أعتقد أنه إن سمحتي لي هناك ثلاثة نقاط رئيسية لا يمكن لا يمكن الاستغناء على النفط لماذا لأنه كافة التقارير الآن تستند على عدد السيارات الصغيرة يعني اليوم السيارات الصغيرة هي تتجاوز مليار ومئتين مليون في العالم ستكون في العام خمسين ضعف هذا العدد ولكن ستين أو خمسة وستين بالمئة من الوقود سيكون ويبقى النفط والديزل ولكن بالتأكيد هناك لا بد من ذكر أنه هناك طرق متقدمة يعني الآن لديها طريقة لخفض انبعاثات الكاربون من الديزل بحيث يصل إلى مستوى الغاز هذه نقطة أساسية بمعنى أن التطورات التكنولوجية ستكون لصالح النفط وليس ضده وأنا أشكرك دكتور مصطفى بازركان مدير مركز الطاقة للمعلومات والبحوث كنت معنا مباشرة من لندن ذكرت وولستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين وعراقيين بأن الولايات المتحدة تنوي تجديد إعفاء يسمح للعراق باستيراد الغاز والكهرباء من إيران دون مواجهة عقوبات وكانت الولايات المتحدة منحت العراق إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران لمدة تسعين يوما في 2018 لمواصلة دفع فواتير الكهرباء المستورد من إيران ستخفض شركة نفط البصرة إنتاج الخام في حقل نهر بن عمر لأدنى حد ممكن بسبب التلوث وانبعاثات غازية وقال المدير العام للشركة أن حقل نهر بن عمر أكثر الحقول جدلا بشأن التلوثات والغازات المنبعثة حيث تقرر تخفيض إنتاج النفط الخام إلى الحد الأدنى وإيقاف تشغيل جميع الأبار النفطية فيه من أجل توفير الحماية البيئية في النفطي والطاقة بعد الفاصل سبع ملايين وثلاثمائة ألطن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال في شهر يناير الماضي أهلا بكم من جديد تزامنا مع أزمة فيروس كورونا والتي انعكست بشكل سلبي على قطاع الطاقة في العالم أعلنت تونس بدأ تشغيل حقل نوارة للغاز الطبيعي والذي من شأنه رفع حجم الإنتاج المحلي 50% فهل تستغل تونس هذا الإنجاز في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للتسريع في الإمضاء على الشريحة السادسة والسابعة من القرد الذي منحه لتونس خاصة وأن قيمة الحقل الاستثمارية هي مليار ومئتي مليون دولار أي 40% من نسبة القرد الذي أبرمته مع صندوق النقد الدولي والبالغ مليارين وثمانمائة مليون دولار في عام 2016 هل يعالج حقل نوارة للغاز أزمة الطاقة في تونس؟ سنحاول الإجابة على هذا السؤال من خلال قراءتنا للخريطة النفطية وخريطة الطاقة في هذا البلد لكن دعونا بدءا نقف على هذا الحقل حيث أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد في الخامس من فبراير أن هذا الحقل سيرفع الإنتاج الوطني 50% لحقل نوارة ومالكو هذا المشروع هي الشركة النمساوية OMV بجانب المؤسسة الوطنية التونسية للأنشطة البترولية قيمة الاستثمار هي مليار وربع المليار دولار القدرة الإنتاجية لهذا الحقل هي 2 مليون و700 ألف متر مكعب من الغاز يوميا ما هي أهمية هذا المشروع؟ سيقلل العجز في إمدادات الطاقة بـ 20% سيخفض العجز التجاري إلى 7% سيزيد النمو الاقتصادي في تونس بـ 1% هذا هو حقل نوارة والإضافات التي من الممكن أن يضيفها هذا المشروع الجديد خطاع الطاقة التونسي بشكل مجمل دعونا نقرأ فيه لنقف على حجم الإنتاج النفطي تونس تنتج كانت 110 ألف برميل يوميا في العام 2010 تقلص هذا الإنتاج إلى 40 ألف برميل يوميا في العام 2014 بسبب الإحتياجات التي انتظمت هذا البلد والتغييرات التي حدثت فيه ومنذ ذلك الوقت نرى ربما أن هذه الأرقام تتغير إلى الأدنى الإحتياطي المؤكد للإنتاج النفطي هو 425 مليون برميل في 2018 ماذا عن إنتاج الغاز نتحدث عن مليار و274 مليون متر مكعب في العام 2017 العام 2018 نتحدث عن 65 مليار و130 مليون متر مكعب تكاليف استيراد النفط والغاز في تونس تقدر بمليارين و100 مليون دولار قيمة العجز بالطاقة ارتفعت منذ العام 2017 إلى العام 2018 من 49% إلى 52% تونس تستورد ثلثي احتياجاتها من الطاقة ومعظم وارداتها تأتي من الجزائر إذن ما هي أفاق قطاع الطاقة في تونس قياسا على هذا الحقل الجديد مضاعفة إنتاج الغاز بحوالي 65 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي في 2020 هذا القطاع يسعى لجذب استثمارات أجنبية لإنتاج 1900 ميجا وات من الرياح والشمس قطاقات بديلة في العام 2022 وكذلك السعي لزيادة إنتاج النفط بالنسبة لـ 20% سنويا هناك مشروع حقل حلق المنزل توقعات الإنتاج في أبريل 2020 هي زيادة بـ 20% هذه هي أفاق هذا التحول في هذا البلد ولا شك في أن حقل نوارة سيضيف إضافات جديدة ونجد أن تونس لديها ربما استحقاقات وإلتزامات مع صندوق النقد الدولي مثل هذه الأبار المكتشف والحقول الجديدة ربما تسهل وتدعب من كل ذلك أمام المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية للتمويل هذا هو حال قطاع الطاقة في تونس من خلال هذا الكشف الجديد وللحديث أكثر حول حقل نوارة ينضم إلينا من لوكسنبرغ عبر سكايب سيد نادر حداد أستاذ الاقتصاد في جامعة لوكسنبرغ والمستشار المالي أحييك سيد نادر هذا الاكتشاف بالنسبة لحقل نوارة وبدأ يمكن الشعل فيه إلى أي مدى يمكن أن يغير من خريطة قطاع الطاقة مستقبلا بالنسبة لتونس تونس من البلدان الموردة للنفط والغاز كذلك القطاع الطاقي في تونس يمثل عبء على الدولة في الميزانية لأن الدولة التونسية تدعم النفط منذ سنوات تقريبا منذ الاستقلال وهذا الاكتشاف لحقل نوارة هو يعتبر إنجاز حقيقي وهو يمثل خطوة جد إيجابية في الاقتصاد التونسي لما يمثله سيمثل هو خمسين بالمئة من الإنتاج الطاقي في تونس وكذلك سيخفض ثلاثين بالمئة من العجز الطاقي في تونس ويوفر نقطة نمو وهذا طبعا أمر أعتبره إيجابي نعم بما أن الحقل أيضا سيخفض من الواردات الطاقة لتونس والتي أغلبها تأتي من الجزائر أستاذ نادر بحدود 30 في المئة هل يمكن أن يصبح هذا الحق الانطلاق لعمليات التصدير ربما لمستويات الغاز الطبيعي مستقبلا طبعا الحكومة تعول على التصدير لأنه هناك حتى في ميزانية الدولة شفنا أنه هناك توقعات بنمو لأنه حق النمو يمثل نقطة ارتكاز في ميزانية الدولة لهذه السنة الدولة ستسعى للتصدير وستسعى لتخفيض هذا العجز الطاقي الذي كما ذكرت قبل الذي يثقل كاهل الدولة ويثقل كاهل الميزانية يعني الدولة تعمل على هذا يعني تعاون جديا على التصدير وخفض التوريد من الجزائر وغيرها لأن تونس ستستورد النفط بالعقود الآجلة والعقود الأمنية من العديد من الدول الأبرز والجزائر التي تمثل كما تفضلت بنسبة 30% نعم ونشكرك سيد نادر حداد وستاذ الاقتصاد بجامعة لوكسنبرغ كنت معنا عبر سكايب إلى ذلك أعلن الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للغاز المسال عن إطلاق الرؤية الخاصة بسوق الغاز العالمي حتى عام 2050 وقال في لقاء مع سين بي سي عربية أن سوق الغاز ظل في العام الماضي قادرا على تحقيق التوازن بنفسه وسيظل على مثل ذلك الحال في المستقبل مشددا على أهمية الدور الذي يلعبه المنتدى في سوق الغاز العالمي حيث يمتلك حوالي 70% من احتياطات الغاز العالمية يحظى هذا الحدث بأهمية خاصة بالنسبة للأمانة العامة لمنتدى الدول المصدرة للغاز ولكل الدول الأعضاء فيه أيضا وقد عرضنا تقريرنا الدولي الخاص بتوقعات سوق الغاز والذي يشمل الفترة الممتدة حتى عام 2050 في حين أن توقعات التقرير السابق كانت تشمل الفترة الواقعة حتى عام 2040 تستند توقعاتنا لوضع سوق الغاز العالمي إلى نموذج متقدم تقنيا خاص بوضع التوقعات المتعلقة بالغاز وهو يعتمد على استعمال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في التحليل هذه التوقعات هي الأكثر تفصيلا وتتناول قطاع إنتاج الغاز في العالم نحن متفائلون جدا بمستقبل هذا القطاع ونتوقع أن يتطور بسرعة وبكفاءة الطلب على الغاز الطبيعي سيتزايد تدريجيا وبشكل جذري من 3 مليارات و400 مليون قدم مكعبة إلى 6 مليارات قدم مكعبة بحلول العام 2050 نأمل أن تصل حصة الغاز الطبيعي من المزيج الطاقي العالمي إلى 26 أو 27% وهي حاليا تبلغ 23% وسيكون الغاز هو الوقود الأحفوري شبه الوحيد الذي لا يحافظ على حصته السوقية من المزيج الطاقي العالمي فقط وإنما سيزيدها أيضا بعض الناس يقولون أن الغاز الطبيعي سيشهد عصره الذهبي ونحن نرى أن المنظور المستقبلي واعد جدا لذلك فإن الدول الأعضاء تعتبر أن مركزها في السوق قوي جدا وواعد وهي مستعدة تماما لدعم صناعة الغاز من أجل تزويد المستهلكين بكميات كافية من الغاز الذي يعتبر أكثر أشكال الوقود الأحفوري صداقة للبيئة واستدامة بلغ إجمال صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال في شهر يناير الماضي سبع ملايين وثلاثمائة ألف طن وبما يمثل واحد وعشرين ونصف المائة من إجمال صادرات الغاز المسال عالميا البالغ 34 مليون طن في الشهر الماضي وصدرت قطر بالشهر الماضي 94 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لأكثر من ثماني وجهات عالمية من بينها اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند وتعتبر قطر المصدر الأول للغاز الطبيعي المسال في العالم بإنتاج سنوي يزيد عن 78 مليون طن سنويا هذا وأعلنت الدوحة في وقت سابق من العام الماضي أنها تستهدف زيادة الإنتاج من الغاز المسال بنسبة 63% وصولا إلى 127 مليون طن سنويا بحلول العام 2027 وذلك لتلبية الطلب العالمي على الطاقة النظيفة تخطط شركة رويل داتشيل لإنفاق ثلاثة مليارات دولار على مدار الأعوام الخمسة المقبلة على مشاريع استخراج النفط الصخري وكانت الشركة قد زادت الإنتاج في أكبر حقل صخري بالولايات المتحدة إلى 250 ألف برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول كما وارتفع إنتاج الشركة من الحوض البرمي أكثر من 100 ألف برميل يوميا في العام الماضي بهذه الجولة مشاهدين نأتي لنهاية حلقة النفطة والطاقة لهذا الأسبوع للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني cnbc.com ومواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك هذا الألف برميل يوميا في مدار الأخبار